إيهاب الكومي، دكتور إيهاب أهلاً بحضرتك، مبسوط جداً أن أنا بسمع صوتك خير يا زميل عزيزي، طبعاً هاني أنا اللي سعيد أكثر بوجود معاك ومتعلق دايماً يا رب ربنا يخليك يا رب ويوفقك دايماً وأكيد فيه ملفات كتيرة جداً ربنا يا رب يعينكم ويوفقكم فيها إن شاء الله للفترة اللي جاية لمصلحة الكرة المصرية إيه تعليق حضرتك على قرار الكاف النهاردة دكتور إيهاب؟ يعني طبعاً إحنا كان فيه اجتماع مع الدكتور على شخص أجري الشباب رياضة كان نهاردة بنورنا في الاتحاد المصر وقرات القدر مع نهاية الاجتماع وموظف مع الوزير فجئنا بالقرار اللي صادر طبعاً من الاتحاد الإفريقي أنا عاوج أقول من البداية ده الاتحاد المصري أرسل خطابين قبل كده الاتحاد الإفريقي بيعترض فيه على إقامة المباراة في المغرب في حالة وجود ممثل للمغرب في المباراة النهائية طبعاً ده الخطاب ده بعتنا خطابين اتنين قبل كده طبعاً النهاردة لما فجئنا بالقرار طبعاً إن المباراة يوم تلاتين وحتقام في المغرب فعندنا شفين اتنين أولاً إن النادي المصر طبعاً عندها مباراة طبعاً أمام غينة يوم اتنين من الشهر القادم بمشاة الله وبالتالي حيب الفترة الزمنية قليلة جداً ما بين النهائي وما بين مباراة مصر نحن بعتنا جواب تالت اعتراضاً على إقامة المباراة في المغرب وتصميم لتحاد الأفريقي على رغم أن المحتمل أن يكون أحد طرفين المباراة هي نادي الوداد المغربي نحن بعترض على كده لأن ده بيقلل فرص أيضاً نادي الأهلي في حالة وصوله إن شاء الله للمباراة ده تبعت النهاردة؟ ده النهاردة، النهاردة مسائل يعني ده كان في حدود الساعة بعد صدور تسعة تقريباً بعد أفريقي مباشرة تمام كنا بعكين وكمان إن في مباراة لمنتخب مصر فإزاي الأهلي حيلعب المباراة نهاية يوم تلاتين ومنتخب مصر عنده مباراة أمام غينة تسوية كاس الأمم الأفريقية كده بار عشرين تاتة عشرين أيوه يوم اتنين وعشرين فطبعاً الفترة الزمنية قليلة جداً وهيبقى فيه برضو تواصل مع الاتحاد الافريقي صباحاً من خلال أيضاً مدير تنفيذ الاتحاد ممكن نتواصل بزيارة الاتحاد الافريقي فده كله إحنا ما سكتناش وإحنا بعثنا أكثر من خطاب عشان عدم الإخلال بتكافئ الفرص في حالة وجود نادي الأهلي في المغران نهاية وجود جودات في المغران نهاية أنا سمعك طبعاً هاني وأنت تتكلم لماذا تقدمناش بطلب أيوه إحنا الفتح باب التقدم بطلبات كان قبل الاتحاد الحالي ما ييجي وتسلم زمام الأمور في الاتحاد المصر وقارة القانون البقى أغلق أيوه بعد ما إحنا جينا لكن طبعاً إنت جيت يوم خمسة كانت الانتخابات على ما الإجراءات بالاتحاد للسلام والتسلم فطبعاً ده كله كان موجود في عدم وجودنا كاتحاد منتخب خلال وجودنا أو تولينا للأمور فبالتالي الأمر ده كان موجود مع اللجنة اللي كانت موجودة قبل كده أيوه وبتمثل أو بتدير القرى المصرية طبعاً ما ساعلاش طيب أنا بس أعتقادي أنه لازم عشان الاتحاد يتحرك ده بيبقى بناء على طلب من الأندية المشاركة في دور رابطة الأبطال سواء كانت جمالك في ذلك الوقت والأهلي طبعاً اللي مواصل المشوار حتى المباراة النهاية زي ما أنت أقولت الوقت أن مثلاً في رامد طلبت فيه إيخون فدرالية من الاتحاد أو اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت وبناء عليه تقدمه بطلب فده طبعاً بيبقى مشروب الاتحاد لا يتقدم من ترفاق نفسه من الأندية المشاركة أعتقد أنه بيكون الاتحاد برضو مسؤول لأنه مثلاً السنغال ما عملهاش ممثل في بطولة دورة الطالة الحقيقة وقدم الطلب لإستضافة النهائية أنا معاك لكن أنا بقولك وبأكدلك مرة تانية ليكون بتنسيق أعتقد يعني ده المعنى النهائي نحن ملفات دي بنوليها تمام كبير جداً جداً لأننا بنبحث عن حقوق أنديتنا المشاركة في كافة البطولات أنه طبعاً وصلها على بطولة زادات الشريف لمصر كلها وبيرفع أسهم الكرة المصرية في المحافة للدولية وبالتالي الملف ده بنوليه اهتمامات كبيرة جداً جداً وبيبقى فيه تشاور في كافة الأمور سواء كان المسندة الجماهرية أو التنسيق عشان المباراة تقام مثلاً على أرض محادثة بقى مثلاً في مصر لو احنا طلبنا في الاشتراك الآلي أو الزمالك وبالتالي احنا بنولي الملفات دي اهتمام كبير جداً منذ ما جئنا لتحاد المشاركة القادمة لكن التقدم بطلبات كان مفتوح قبل ما نتولى تمام الأمور تمام